يابت المينيا الجديدة قررت النهاردة تجديد حبس أخصائي أمن بالإزاعة والتلفزيون 15 يوم على زمة التحقيق بتهمة تحويل منزله لورشة لتصنيع الأسلحة بمنطقة أبو فليو بالمينيا الجديدة حيث كان قد تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المينيا اختار من اللواء عبدالفتاح الشحات رئيس مباحث المدرية بورود معلومات لضباط مباحث قسم المينيا الجديدة أكدتها التحريات بأن خصائي أمن ومقيم بناحية أبو فليو بيديروا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة قسم المينيا الجديدة تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع بمواجهة المتهم أقرب حيازاته لتلك المضبوضات بقصد التصنيع والإتجار